السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم صاحب اليوم أشرح طريقة تفعيل تحديد موقع الآيفون يعني أو الآيباد أو الآيبود يعني إذا فقط جهازك الآيفون تستطيع تحديد موقعه بالضبط أين يوجد أو وين مكان الآيفون بالضبط وصدعتك أيضا تحكم في الآيفون مثلا رسال رسالة للشخص اللي يستخدم الآيفونك إذا تم سرقته طبعا أيضا مسح البيانات الكاملة في الآيفون فالطريقة هذه كانت موجودة سابقا 99 دولار سنويا اشتراك والآن أصبحت مجانا بعد تحديث اللي هو 4.2.1 الأغلب مننا يجهل هذا الشيء يعني أو ما كان يعبر له ولا يهتم فيه فأنا أنصح الكل باستخدامها لأنها طريقة تفعيل سهلة ولا يحتاج منها شيء إلا أكاونت حسابك اللي موجود عندك في الأبل ستور يعني شيء بسيط جدا ولا يأخذ منك حتى تعب وأن تنزل وتسوي يعني شيء بسيط جدا رح أشرح الطريقة بالتفاصيل إن شاء الله لكن الشيء المهم أنك تكون طبعا طلبات هي أنه يكون جهازك ترقي على 4.2.1 حتى تتفعل عندك يكون عندك أكاونت اللي هو حساب في الأبل ستور حسابك ما غيره اللي تستخدم تنزل منه العاب تنزل منه برامج أشياء هذه فقط هي المطلوبة طريقة تفعيل الخدمة سهلة جدا ولا تحتاج إلى عنا أول ما عليك الدخول إلى أعدادات ندخل على إيميل ندخل على أكاونت جديد حساب جديد يطلع عندنا خيارات كثيرة موبايل، ياهو، جوجل ندخل على موبايل مي يطلب مننا الحساب حقك اللي في الأبل ستور اللي تنزل منه برامج وألعاب طبعا بدخل حسابي الآن نضغط على كلمة next أو التالي نتأكد من الحساب الآن قبل الحساب ممتاز نفعل خيار نضغط على كلمة حفظ فوق في الأعلى ننتظر زي ما نشوف موبايل مي تم تفعيله في الأعلى للتأكيد أن الخدمة اشتغلت عندك للتأكيد إن الآن آيفونك محدد موقعه بحيث يتحرك الآيفون في أي مكان نروح الكمبيوتر نفتح متصفح أي متصفح كان عندك ندخل على موقع مي موبايل مي طبعا فوق نكتب مي مي دوت كوم رح يفتح لك الموقع فقط مي اكترونية رح يتحول لك إلى موقع أبل رح يفتح لك موقع موبايل مي الحالة هذه يقول لك ضع الأكاونت اللي أنت مسجل فيه كابيتل ما ضعي كابيتل طبعا نفس الأكاونت اللي ذكرته سابقا نضغط على سنت ثم سنت كمين جبت لكلمة هذه تعود الآن يحدد لي موقع الآيفون حقي وينه بالضبط وين مصدره هذا آيفون صاحب آيفون فور تقدر تسل المسج تستطيع أنك تحدد موقعه شوف الآن الآيفون تم تحديد موقع الآيفون بالضبط وإما كانه بنفس المكان اللي أنا الآن متواجد فيه الآيفون موجود بالضبط نفس المكان اللي أنا موجود فيه الآن الآيفون واضح أمامي أستطيع في الحالة هذه إرسال رسالة مثلا يعني بنرسل المسج إذا فقدت الآيفون أو تمت سرقة الآيفون نكتب له مثلا ممكن ترجع الآيفون ممكن الآيفون تحديد موقع الآيفون بالضبط موجود عندي في جوجل طبعا الرسالة لا توجد يستطيع أن يوقفها يعني في المسج أو كذا لا رسالة موجودة تيجي بنفس النظام الآن هذه الطريقة استطعتك أيضا مسح بيانات الموجودة في الآيفون تحكم بالآيفون في هذا من هذا القبيل وكذا يكون انتهينا من تحديد موقع الآيفون و إن شاء الله في الفيديوهات القادمة رح أشرح برامج عديدة منها برنامج يعني زيادة صفحات الآيفون وأيضا رح أشرح برنامج تغيير نغمات البرامج أي برامج تشاتق عندك ودك تغير فيها نغماتها إن شاء الله رح أشرح الأشياء هذه في الوديوهات القادمة إن شاء الله استفدتم من الفيديو وأي سؤال أنا تحت أمركم يطيكم ربي ألف 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 عافية